أحباب ثم نأتي إلى موضوع آخر هذه المباركة أرض مباركة أراد الله تبارك وتعالى أن يبارك عليها سيما هذه الزيارة أيها الأحباب هناك سؤال وأنا عرضت له السنة الماضية بتفصيل الآن فما راح أعرض بالتفصيل بإيجاز راح أعرض لأن واقعاً هواي وردتني أسئلة من بعض الأحبة يستفسرون يسئلون نفس السؤال هذا تكرر الأول العام العام والسنة أيضاً زين فلا بأس نستثمر يعني الإمكانات الإعلامية ونعرض السؤال مع جوابه أيها الأحباب بعد الصلاة على محمد وآل محمد الآن خلي فكرة كين يا إخواني لأن هذا موضوع شبهة شبهة جزاكم الله خير البعض يقول يوم الأربعين ورود ضعن السبايا إلى كربلا صحيح؟ يعني باتر توصل للسيدة زينب ومن معها القافلة في مدة أربعين يوم هذا معتقد هنا أربعين يوم فهل هذه كافية أربعين يوم؟ قلت لك أنا مفصلة تفصيل هذا الجواب الليلة لا شوية يعني نزولاً عندها رغبة الأحبة ما يخالف أكرر الجواب أعيداً مع شوية إضافات فهذه المدة كافية أربعين يوم؟ طلعوا من كربلا إلى الكوفة من الكوفة إلى الشام من الشام إلى كربلا بأربعين يوم؟ ما تكفي المستشكل يقول يفترض ما تكفي نحن نقول أيها الأحباب كافية جداً يعني أنا أحيل إلى كتاب موسوعة ليس كتاب موسوعة واقعاً مع الركب الحسيني شيخ محمد جواد الطبسي لا لو في المجلد الثالث أو الخامس مجلد الخامس ذاكر ناقل مناقشة السيد محمد علي القاضي الطباطبائي رحمه الله مع الميرز النوري الميرز النوري يقول أنا ما أتقبل أنه أربعين يوم مو كافية ما ممكن يروحون يجونا أربعين يوم يقول ما أقبل هذا السيد الطباطبائي القاضي الطباطبائي رد عليه بردود كثيرة جداً أنا رح أنتخذ منها عصارة قال له ممكن وكافية جداً شلون؟ امتعب حال الرجل واقعاً امتعب حاله فجامع شواهد وأدلة من التأريخ أنا آتيكم ببعضها أولاً ما ذكره السيد محمد الأمين رحمه الله قال عندنا طريق من الكوفة للشام معروف في التأريخ مشهور جداً اسمه طريق بني عقيل هذا معروف تاريخياً بعد حقيقة تاريخية شنسوي لحنة سبع تيامي وصلك للشام قال فإذا افترضنا القافلة سارت في طريق بني عقيل سبع تيام كافي كاف وزايد ثانياً إخواني مسافة قطع الحسين عليه السلام على الأرض التي قطعها الحسين عليه السلام على الأرض من مكة إلى كربلاء هو شوكت طلع تبع الشيعة شوكت طلع الحسين عليه السلام من مكة ثمانية تمام لو لا ذا الحجة يوم التروية شوكت وصل كربلاء ثلاثة أو ثنياً محرم يعني الزمن كم يوم 24 يوم 24 يوم كم يوم قطع على الأرض المسافة القطعها على الأرض كيف كثر الحسين عليه السلام في 24 يوم 380 فرسخ الفرسخ 6 كيلو أضرب 380 في 6 يطلع 2200 كيلو 2200 كيلو قطع الحسين في 24 يوم مع أن قافلة الحسين عليه السلام متباطئة نسبياً أليس كذلك؟ متباطئة يعني السير متباطئ هذا عطشان هذا جوعان هذا طفل هاي مرة هاي قافلة يحكوا ياهم ذول أعداء ذول عشيرة ذول ماذا؟ شفتوها يعني قارينها وسامعينها سيرة الحسين 24 يوم مصل هذا تقريباً إجماع التأريق إذن ممكن وما ممكن بـ 40 يوم تموياً يا إخواني ممكن ثلاثة رواية تنقيح المقال الشيخ الكشي رحمه الله ناقله عن أبي خالد التمار من بني عمومة ميثم التمار قال صعدين ويا أنا ويا بسفينة في شط الكوفة فهبت ريح شوية خفنا يعني السفينة رادة تتميل بنا وكذا قال هذه الريح علامة موت معاوية ميثم يقول يقول أنا ضبطت ساعة بتعبيرنا خلي أشوف صدق يوت شذب اليوم شنو جمعة انتظرت ثاني ثالث رابع يوم الجمعة الثاني بالصدفة أنا ما شو بلكوفة شفت ساعة بريد ساعة البريد إلى هيئة خاصة فرس وراية خاصة ويركض وكذا مستعجل يعرفوه ساعة بريد معروف يقول فتاة بعت دخل للقصر أنا انتظرت طلع من القصر قلت له أقسنت عليك برب العباد ابنين جاي قال من الشام قلت له ش عندك من خبر قال لا عادة قلت لك الخبر يعني موسر شنو قل له ما خرجت من الشام إلا وقد مات معاوية قلت له بربك يا يوم مات قلت جمعة الماضية ملتفت قلت سبحان الله عجيب هذا ميثم قالت جمعة فعلا طلعت جمعة احنا شاهدنا وين نسافة كم يوم من الجمعة للجمعة سبعة واثمانية عم الثامن طب واضح شلون ايضا اخواني عندنا رواية الشيخ المفيد رحمه الله الشيخ المفيد في الإرشاد ذاكرها عن خيزران الأسباطي خيزران الأسباطي يقول دخلته على الإمام الهادي عليه السلام يقول فسألني قال لي شون خلفت الواثق الواثق العباسي طبعا الإمام الهادي كان بالمدينة بعدها ما جايبين بأيام المدينة قال لي الواثق شلون قلت لي ابن رسول الله بأحسن حال عهدي به قبل عشرة أيام أنا أقرب الناس به عدن عشرة أيام قبل قال لي ولكن أهل المدينة يقولون قد مات قلت لي مو صحيح الخبر أنا عشرة أيام وجيت آي صالي عشرة أيام نجيت أحسن حال خليته يقول عاد علي الحجاية قال لي ولكن أهل المدينة يقولون أنه قد مات يقول من كررها مرتين عرفت يعني نفسه زين قلت له إذا أنت أهل المدينة تقصد أنت فأنت بعد أنت إمام يقول رجعت فعلا بالوقت اللي قاية للمعصوم متوفي لقيته احنا شاهدنا وين من الرواية من بغداد إلى المدينة المنورة بالشم يوم عشرة أيام عشرة أيام فيبدو هذا الشيء مغلوط في الأذهان أنه إحنا مو ممكن نصورها كانوا يمشون على الأباعر وعلى الخيل ها وعلى الدواب عموما أجلكم الله نتصورها بطيئة وما تقطع مسافة لا ليس صحيحا السيد الشهيد الثاني رحمه الله أيضا عنده مناقشة بهذا المطلب يقول مسافة القصر الشرعي مسافة القصر الشرعي ايش قد مسافة القصر الشرعي بالتحديد القديم يعني ذاكرها أبو اللمعة تمشقية رحمه الله منعج حوزوي يدرس معروف مسافة القصر الشرعي إخواني إثمانية فرسخ يعني أربعة وأربعين كيلومتر أو 22 ذهابا وأيابا 22 22 44 يوتريدها طولا 44 يوتريدها 22 ذهابا وإيابا تقصر صلاتك زين هاي الثمانية فرسخ اللي هي أربعة وأربعين شون قبل يحددونها شون يقطعوا يعني تحديدها بشنو كان قالوا مسير الإبل وهذا متفق تقريبا يعني بعرف المتشرعة من الفقهاء هذا معروف قالوا تقطعها الإبل المحملة نهار من الفجر إلى المغرب أربعة وأربعين كيلو تقطع هو هم قال رحمه الله قال إحنا نضيف لها شغلتين الشغلة الأولى أن الإبل اللي حملت النساء ما كانت محملة يعني حمل البعير 200 كيلوغرام لا الإبل اللي حملت السبايا مو 200 طفل طفلين ما رأى كذا هودج خفيف أو هودج من دون غطاء ولا غطاء فإذا خف الوزن زادت المساحة أو المسافة زادت قطعا عقلا مناقشة عقلية الآن نحسب كل المحتملات الثنين أن ركب السبايا ما كان يمشي بس النهار لا ليلا ونهارا لا يستريحون إلا قليلا لا ينامون إلا قليلا يعني ربما بالليل والنهار يجوز أكثر من 160 مثلا أو 120 عفوا 60 ب60 مثلا أو 100 كافية جدا إخواني كافية جدا وطبعا ذولا مستعجلين كانوا لأن ثورات يخافون تطلع عليهم وآراء مختلفة تطلع عليهم فمستعجلين وشي راغب بالغنائم والكذا يملأ ركابي فضة أو ذهب ذاك إمارة ملك الري فمستعجلين بالروحة ومستعجلين حتى بالجي لأن الإمام السجاد عليه السلام يريد يوصل القافلة بأمان بأسرع وقتي طلحها من أرض الأعداء من حكم يزيد طلحها من أرض الأعداء إلى الأرض الأمان فمستعجل حتى بالإياب وإن كان الأمر له سلام الله عليه شاهد الحال أيها الأحباب